عايزين بقى نقول إن الفترة اللي فاتت شفنا العدالة في الثقافة وشفنا قد إيه وزارة الثقافة بتحاول في الفترة الأخيرة إن هي تعمل مجهود كبير جدا في المحافظات المختلفة ما بقاش الثقافة حكر على العاصمة أو على المدن الكبيرة بس شفنا بقى عروض لدار الأبرا المصرية موجودة في أكتر مكان وشفنا كمان دور الأبرا اللي منتشرة في محافظات مصر رجعت تاني تفتح وتزهزه والعروض مليانة مهرجانات كبيرة وأسامي ما كانش متعودة إنها تنزل في المحافظات البعيدة شفناهم رجعوا وابتدوا يتفعلوا مع الناس والناس قد إيه كان فيه إقبال يعني فرحة يا شازلي من كل الناس إن فعلا النجوم اللي بيحبوهم وبيتبعوهم بقوا موجودين عندهم وده النهجل الدولة المصرية مؤخرا عما تتكلم فيه إن كل المحافظات هيبقى لها حظ من نفس الخدمات ونفس كل حاجة بقى ثقافة سواء صحة وسواء تعليم سواء مدن جديدة كله كله هيبقى قريب وكله هيبقى بربط بالعصابة بكل تأكيد وزي ما أنت قلت المهم إن احنا مركزين كمان على محافظات الصعيد اللي عانت لفترة كبيرة جدا من قلة الوجود هذه الفعليات الثقافية إحنا يمكن حجم الإقبال اللي كنا بنرصده من خلال متابعتنا اليومية في صباح الخير يا مصر لمثل هذه الفعليات بيؤكد بأن الناس دي فعلا كانت محتاجة كده وده بيساهم بشكل كبير جدا في تشكيل وعي أجيال كتير جاية فطبعا بكل تأكيد أنه الثقافة بتال عبدالله مهم جدا في تنوير الشعوب وإنشاء جيل جديد قادر أنه يتحمل مسئولية وجيل وعي وإحنا طبعا عارفين أنه بناخد حرب وعي خلال الفترة اللي فاتت لتوعية كل مواطن موجود على أرض مصر دلوقتي هنروح نتعرف مع حضراتكم على أهم الحاجات اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله واللي من أبرزها إعلان محافظة اسكندرية المشاركة فيها الحدث البيئي العالمي السنوي ساعة الأرض أو Earth Hour وتفقد لواء خالد عبدالعال محافظة القاهرة معرض أهلا رمضان وبادئ فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية الشريعة والقانون في القاهرة بجامعة الأزهر وكمان تشييع جثمان الفنان الراحل أحمد حلاوة من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد الأحداث اللي هتحصل النهاردة هيكون أبرزها إن اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية أعلن إن المحافظة بالتنسيق مع وزارة البيئة متمثلة في جهاز شؤون البيئة لمنطقة غرب الدلتا هتشارك في الحدث البيئي العالمي السنوي ساعة الأرض أو Earth Hour اللي هيشارك فيه معظم دول العالم بإطفاء الإضاءة لمدة ساعة من الساعة 8.5 بالليل لحد الساعة 9.5 وده للمشاركة في ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية النهاردة هيتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض رمضان كريم اللي بتقيم المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية في عدد من أحياء العاصمة تنفيزاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة لهم في حديقة السادات بحي السلام أول كمان النهاردة في قاعة الأزهر للمؤتمرات هتبدأ فعليات المؤتمر الدولي التاني لكلية الشريعة والقانون في القاهرة تحت عنوان الآفاق الشرعية والقانونية للتحول الرقمي الواقع والمأمول يعقد المؤتمر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وفضيلة دكتور محمد المحرصاوي رئيس الجمعة هيتم تشيع جثمان الفنان أحمد حلاوة بعد صلاة الظهر من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد واللوافته المنية بعد صراع كبير مع المرض